هل بات أبناء المناطق الساحلية على وعد مع جحيم الصيف وغياب الخدمات؟ لماذا تفشل الحكومات المتعاقبة في حل مشكلة الكهرباء؟ كيف أصبح غياب الخدمات العامة ومصالح المواطنين العامل المشترك لدى كل السلطات؟ أهلا بكم من أقصى شرق البلاد إلى غربها وبامتداد الشريط الساحلي المحافظات الأكثر حرارة في الصيف يعاني الناس فيها من انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات؟ وهل بيسعي اليمني شيئا غير المعاناة؟ بدءا من ضعف أدايا الشرعية ومؤسساتها في عدن وحضر موك وانتهاءا بجحيم الميليشيا الذي وضعت فيه أبناء الحديدة سلسلة من العناء الإنساني غياب الخدمات الأساسية والذي أصبح العامل المشترك لدى الجميع لماذا تسقط حقوق المواطنين؟ هل عجزت الشرعية عن التحرك في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية للانتقال؟ وهل تعطيل المجلس الانتقالي لمحاولة إطلاح البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومعيشيا هو السبب؟ أم أن الشرعية ذاتها باتت لا تجد وقتا للنظر في مصالح الناس؟ لماذا يقع الناس ضحايا الخلافات في مناطق الشرعية؟ كيف يمكن النظر إلى المواطن بعين الالتزام؟ وأجعل الخدمة الناس وقيمة الدولة والحكومة وثمرة وجودها؟ أنا في الحقيقة قلوس بدون كرهبة كل ثلاث أيام كل يوم يقضعوا أربع مرة خمس مرة تتضاعل أحلامهم بخدمات الدولة لتنتهي بتوفير خدمة الكهرباء هكذا يعيش اليمنيون في الحدود الدنيا من الحياة حيث تغيب الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة ناهيك عن مشكلة الرواتب وارتفاع الأسعار إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف يجعلان حياة السكان تزداد صعوبة وتتفاقم معاناتهم نعاني كمان من المجاري نعاني من المي أسابع والله ما نشوف القطرة المي داخل هذه البلاد أما الكهرباء هذه حكاية حكاية عندنا يوم فيوز يوم راح كيبل ويوم قرعة ويوم ما فيش ديزل غياب الخدمات عن العاصمة السياسية المؤقتة لم يكشف سوء إدارة البلاد فحاس فما شهدته عدن خلال الفترة الماضية من هطول أمطار غزيرة تسببت بأضرار كبيرة بالمدينة كشف أيضا تهالك وضعف البنية التحتية لكن لم يكن هذا حال المواطنين وحدهم من غياب خدمات الدولة فحين تشتكي الدولة أيضا من غياب الخدمات أو ترديها فذلك شأن آخر الحقيقة كل الخدمات في محافظة عدن تضرر بما حصل بها من سيول وأمطار مرت في محافظة عدن بالذات الكهرباء والصرف الصحي الصرف الصحي كما تعلمون من المياهة للأمطار والسيول من جارفها دخلت إلى مناهة للصرف الصحي وقامت بعمل سدها بالأحجار والمتراكمة من داخل بسبب السيول والأمطار الكهرباء اللي حد الآن في بعض المناطق نعاني منها أنا احتراء شبكة الكهرباء من سابق دولة بلا خدمات ليست إلا سلطة جباية لكن للفساد إرثا ثقيلا يمتد لعشرات السنوات التي عاشها اليمنيون بلا دولة يحضر فيها فساد السلطة وأطمع المتسلطين وتغيب خدماتها الوضع السيء للخدمات دفع بالمواطنين للخروج في احتجاجات في كل من حضر موت وعدا وعدد من المحافظات الساحلية التي ترتفع فيها درجات الحرارة وفتح الباب أمام انتقادات واسعة في المناطق الحرى الخاضعة لسيطرة الشرعية أما في مناطق سيطرة الميليشيا فحدث ولا حرج حيث يعد غياب الخدمات أقل الكوارث المحيطة بحياة الناس إذ يسعى السكان هناك للنجاة بحياتهم التي تكالب عليها بطش الميليشيا والأوبيا ولا عاصم لهم إلا باستعادة الدولة إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا باسم الشعب رئيس مركز مسارات للدراسات والإعلام عبر الأقمار الاصطناعية من عدن وسينضمعوا آخرون خلال هذه الحلقة بداية المساء الخير أستاذ باسم نعم أستاذ باسم يعني بطبيعة الحال نعلم أنه في كل مرة يدخل فيها الصيف يواجه المواطنون في المناطق الحارة الكثير من المشكلات هل وضعتنا في صورة الوضع الآن في عدن؟ حقيقة أنا لم أستمع للتقرير بالكامل ولكن أنا شاهدت صورا من هذا التقرير وأعتقد أنه يتحدث عن الأوضاع التي عقبت هطول أمطار الغزيرة في مدينة عدن أعتقد أن السلطة المحلية واقهت خلال الأيام الماضية مشكلة صعبة جدا في حل حلة مخلفات الأمطار التي سقطت على تقريبا ثماني مديريات في عدن وبالتالي رغم الإمكانيات التواضعة للسلطة المحلية إلا أنها إلى الآن سطعت أن تعمل بشكل جزئي لحل هذه المخلفات الوضع في عدن سيء للغاية سبب حدوث التوافق بين القوى السياسية والمحلية في مدينة عدن كان له دور كبير جدا في إضعاف نشاط السلطة المحلية في المدينة وبالتالي مراكبة الأعباء عليها بشكل أو بآخر أيضا غياب الحكومة عن دور محوري في العاصمة عدن هو الآخر أيضا يلقي كاهله على السلطة المحلية التي تعمل تحت ضغوط كبيرة جدا السلطة المحلية في عدن تتحقق بأن غياب الإمكانيات المالية وعدم موجود موازنة مرصودة للمحافظة هو الذي يعيق عملها بشكل أو بآخر في إعادة تحسين الوجه المشرق لمدينة عدن العاصمة السياسية للبلاد حاليا أعتقد بأن الأوضاع تحتاج إلى تكاتف كبير جدا من قبل السلطة المحلية والتحالف العربي لا سيما القوات الإماراتية أو الإدارة الإماراتية الموجودة في عدن باعتبارها هي الآن تتسلم ملف العاصمة السياسية عدن وأيضا غيرها من المناطق الأخرى في الجنوب وأعتقد أن هذا الغياب السلبي لعدم وجود غرفة مشتركة وهذا ما طالبنا به منذ عامين أو ثلاثة عوام غياب وجود غرفة مشتركة للطوارئ في العاصمة عدن هو الذي أدى إلى بروز هذا الخلل الكبير جدا في عمل السلطة المحلية وأيضا في عمل الحكومة في المسارعة في احتواء أزمة الأمطار التي شهدتها عدن خلال الأيام والأسابيع الماضية نعم إذن هل لاحظتنا عن وضع الكهرباء بالتحديد في عموم المديريات أستاذ باسم؟ أعيد السؤال مرة أخرى نعم أود أن أعرف وضع الكهرباء في عموم مديريات عدن يعني خاصة مع فصل الصيف تحتاج للمكيفات والمراوح وثلاجة بطبيعة الحال نعم الحر هذه السنة شديد جدا في مدينة عدن لم تألفه المدينة منذ سنوات ماضية وهذا ربما بسبب الأمطار التي تتساقط على المناطق المحيطة بعدن في أبيان ولحق يؤدي إلى حدوث ضغط كبير قوي على المدينة عدن أيضا وجود سواحل وعدن بحكمنا مدينة أيضا ساحلية الحر في هذه السنة شديد جدا أدى إلى أيضا حدوث تقطعات كبيرة جدا في التيار الكهربائي أزمة الكهرباء في عدن ما تزال قايمة منذ سنوات عديدة الحقيقة كانت هناك جهود تبذل منذ 2015 من تحرير العاصمة السياسية عدن من جماعة الحوثي والجماعة الإنقلابية لكن إلى الآن هذه الجهود لم تنتج أو لم تفرز حل حقيقي وواقعي لأزمة الكهرباء في مدينة عدن ما تزال الحكومة تعتمد على الترقيع فيما يتعلق بموضوع الكهرباء ما تزال الحكومة تشتري الطاقة الكهربائية من قبل تجار الطاقة في المدينة وفي اليمن عموما أزمة الكهرباء ما تزال قايمة رغم الجهود التي تبدل من هنا وهناك لكنها أيضا هي أحد المعضلات الرئيسية التي تقلق السكان في المدينة الانقطاعات متواصلة أعتقد أننا مثلا نسكن مديرية خور مكسر عندنا ساعتين تنطفي الكهرباء وتلصى بحدود ثلاث ساعات أو ساعتين أخرين هذا طبعا الوضع أيضا تسري عليه بعض المناطق الأخرى وربما بعض المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة جدا التي تستهلك طاقة كبيرة جدا الانقطاع فيها يكون بشكل متواصل وبشكل يعني يؤدي في الحقيقة إلى بروز كثير من حالات المرضية مرضى الربو ومرضى التنفس هولا يعني تحصد أرواحهم بشكل سنوي في المدينة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيال كهربائي والضغط الحرارة على هذه المدينة الساحلية الجميلة عدم نعم كم تصل درجة الحرارة تقريبا أستاذ باسم؟ أعتقد يعني أربعين تتقاوز الأربعين درجة نعم هذا طبعا لا بيدخل بعد فصل الصيف الحقيقي يعني ما زلنا في نهاية الربيع لكن أود أن أسلك أيضا عن الماء وخدمات الصرف الصحي يعني كما نتابع يعني هناك أخبار أن المجاري تطفح في العديد من المناطق كيف هو وضعها؟ فيما يتعلق بموضوع المياه المياه يعني تكاد يعني نفس ما يتعلق بموضوع الكهرباء هناك قطاعات متكررة في الماء الماء لا يصل إلى كثير من المناطق في مدينة عدن إلا آخر الليل ولأيام معدودة جدا لكن في بعض المناطق يتواجد الماء بشكل يعني شبه دائم أسيما في خور مكسر وبعض المناطق في عدن كليتر والمعلة لكن في بعض المناطق الأخرى كالمنصورة وشيخ عثمان هذه المناطق مزدحمة بالسكان بشكل كبير جدا الماء يشهد تقطعات مستمرة في هذه المناطق أيضا في المناطق التي تواجد في المرتفعات القبلية لعدن في قبل شمسان وقبل كاسترو غيرها من هذه المناطق الأخرى المرتفعة أيضا الماء لا يصل إليها إلا في منتصف الليل وأعتقد أنه يصل إلى يوم أو يومين في الأسبوع فقط الناس في عدن لقوا إلى شراء البواز الماء من الارتوازات المحيطة بالمدينة في جعولة وغيرها أيضا أزمة المياه في عدن ما تزال مستمرة هذه الأزمات لم تعالج بشكل استراتيجي في مدينة عدن الأسف الشديد وإنما تعالج بشكل وقتي يؤدي إلى فترة وقتية وثم تعود مرة أخرى هذه الأزمة تطل بأذنها مرة أخرى على المدينة وبالتالي البلد بشكل عام وحدا على وقت الخصوص باعتبارها عاصمة سياسية بحاجة إلى حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء وأزمة المياه وأيضا الصرف الصحي هناك كثير من الأنابي الصرف الصحي تفجرت من خلال الأمطار التي حصلت في مدينة عدن وحتى انسدت كثير من قنوات الصرف الصحي في مدينة عدن لا سيما في خرمكسر حيث نسكن نحن وأيضا في المناطق الشعبية في دار ساعد وبساتين وغيرها من هذه المناطق دائما تتحول إلى بحيرات أسنى للبعوض هناك أيضا شيء مهم جدا لم نشر إليه وهو المرض المكرفس هذا المرض هذا القديد الذي ظهر في عدن من قراء الأمطار اختلاط مياه الأمطار بمياه المجاري أدى إلى بروز هذا المرض الخطير في مدينة عدن الذي يحصد الناس الآن بشكل شريع نعم ما هو المرض عطول لبأسماء وليس لأجب الحلول الاستراتيجية للغضاء عليه ما هو المرض؟ هم يتحدثوا عن مرض الحمى الضنك لكن هناك من يقول بأن اسمه العلمي المكرفس نعم نعم ويعني إذن سأود إليك أستاذ باسم لأجل هذا الموضوع لكن سمحنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف راشد بن حازب رئيس مبادرة طفرة عدنية عبر الهاتف من عدن مساء الخير أستاذ راشد مساء النور أهلا بك إذن كونكم ناشطون في المجتمع المدني أستاذ راشد نريد أن نعرف وضع عدن عبركم لأنكم ربما أكثر قربا من الناس طبعا الوضع في عدن وضع الشهوية كذلك مؤسف بأستاذ الأمطار التي حصلت أستاذ أن المخاطبة أكثر من البلد بشكل عام لسه تعاني من أثار الحرب وبالتالي السلطة المحلية قامت بكل جهد من خلاف هذه الأمطار وهذه الأوبئة التي تبهرت والحمد لله لازالوا الشباب بيشتغلوا بدعم المحافظة محرفة عدن ولازالت المكاتب التنفيذية تعمل ولازال المكتب الصحة ووزارة الصحة تعمل بكل جهدها وتشكر في جيد الشكر لشقائنا في الصحالة العربي لدعمهم على رسم الكربية السعيدة لدعمها بقسر الإغاثة لنقدم برنامج الأمار في اليمن ومركز الملكة المحافظة نعم إذن أستاذ راشد كيف ترون أداء الحكومة والسلطة المحلية في الخدمات الأساسية يعني تحدثت ربما عن دورهم في بعض الأحداث الأخيرة ولكن توفير الخدمات الأساسية هل هي مرضية للناس؟ طبيعي طبيعي لن يكون شيء مرضي للناس الدولة لازالت طاعمة لها حرب لازالت في طور السعافي لست دولة تقديم خدماتها مثلما كانت سابقا لكن كلنا يخدمها بيدي يعني كلنا بيعمل مرضي قاعدة من أجل المدينة ومن أجل الأوضاع الرحل نعم يعني أود أن أعرف منك ما هي الحرب التي تخوضها عدا نعلم أن الدولة بشكل عام هي في وضع حرب ولكن على الأقل يعني توفير هذه الخدمات التي يوعدون بها الناس في فصل الصيف تظهر المأساة والمعاناة الحقيقية تبع درجة الحرارة في ظل انقطاع الكهرباء يا أخي حتى على مستوى الكهرباء لم توفر عدن محررة منذ أكثر من ثلاث سنوات نعم عدن محررة يعني ظاهريا أما في الوقت عدن يعني تعاني من كثير من المصعوبات يعني سواء كانت صعوبات مالية أو صعوبات يعني سوفير الخدمات أو كثير من عدن مستوى كثير من المصعوبات مثل شابات يتكلم بأن السلطة المحلية إن كانت مثلا تريد أن تؤدي دورها أكيد يبهر عاية يعني بشكل أو بآخر يتم عرقلة عملها أو بالتالي لا يكون من من يتم عرقلة عملها أكثر من دهات يعني لا نفطي أن السلطة كانت عادة الدهات التي تم عمل السلطة المحلية ولكن نحن بالأول والأخير شباب نحن لا نريد أن نشغل بعمل سياسية أو أعمال لا تنتمي نعم إذن لا تريدون الدخول بهذه نعم ولكن أيضا لا تجمل الصورة بشكل غير منطقي يعني نحن نتابع الناس من عدن كيف يشكون وكيف الوضع متدهور وأنت تخبرني أن الجميع يقوم بما عليه وتشكر التحالف ما الذي قدمه التحالف في عدن المحررة الوضع فعلا متدهور لكن بمعنى متدهور لأول الأخير أننا حدي عمل في المدينة أكيد الشباب شغالين السلطة المحلية شغالة المدينة الانتقالي برضو يشتغل في مدينة يعني كل واحد يشتغل في جهة لكن بالأول الأخير الورق سعلا كالتي نعم مدد من حيلة نعم إذن أتمنى أن تحدثني أيضا عن الجهود التي تساهمون فيها أنتم كمنظمات طفر عدنية أو غيركم من المنظمات كمجتمع مدني في التخفيف من معاناة الناس عدن ما الذي تقدمونه من فعاليات أو من أنشطة أو من خدمات نحن نقدم فعاليات تنوان شفاء ودرامج يعني التوعية نقوم بالإشراف على على عمليات لفتحة طرقات بجعمل السلطة المحلية مثل مثلا بمحافظة محافظة عدن نقوم أيضا بتوعية ونزون مع فرق الغزب والغرش الوبائي اللي هو تبع وزارة الصحة والسلطة المحلية ومكسر السنسيدي لمحافظة عدن أيضا نقوم بعملية نقل القمامة ومساعدة الصندوق في نقل القمامة ومكبات القمامة وإزاحة هم من الصروقات بتعارق للشيارة النقلة الصغيرة التي لا تستطيع أن تدخل بشكل في جرافة العديد من الأطريبة والأحيان ببعض الصروقات بهذه الدواني نحن متمين خلال فترة هذه بهذه الدواني نعم إذن شكرا جزيلا لك راشد بن حازب رئيس مبادرة طفرة عدنية كنت معنا عبر الهاتف من عدن أعود إليك أستاذ باسم إذن أستاذ باسم أولا كيف تعلق على الأستاذ راشد ويتحدث أن هناك جهود ولكنها تعد يعني غير كافية نتيجة الوضع المتدهور في عدن نعم في الحقيقة يعني هذه الجهود جهود غير كافية في مدينة عدن باعتبارها عاصمة سياسية للبلاد كان يفترض أن تضاعف هذه الجهود بشكل كبير جدا وأن تكون هناك موازنة مالية للعاصمة عدن للعمل في منظومة الخدمات في المدينة الآن تقريبا نقترب من أستنى الخامسة لتحرير مدينة عدن وما زلنا نتحدث عن كهرباء ومقاري ومياه وصرف صحي يعني هذا الحديث ممقوق الناس ملوا من هذا الحديث يبحثوا عن جديد ما هو الجديد ما هو جديد السلطة المحلية ما هو جديد القيادة الشرعية ما هو جديد الحكومة ليس هناك أي جديد ما زلنا نتحدث عن الطاقة مشترى ما زلنا نتحدث عن مولدات كهربائية تأتي من هنا وهناك تركب لفترة معينة ثم تحترق أو يعني تخرج عن الخدمة ما زلنا نتحدث عن يعني يعني وضع حقيقة يعني أنا يعني حقيقة أصنفه بأنه وضع طوارئ يعني وضع البلد تعيش عدن تعيش في حالة وضع يعني طوارئ وضع مزري في الحقيقة أنا لا أبر أحد من الفاعلين المحليين في المدينة أنا حقيقة أحمل المسؤولية الكبيرة للسلطة المحلية للقيادة الشرعية للحكومة أيضا للسلطة في عدن أيضا حتى المجلسة الانتقالية تحمل مسؤولية ما يحدث في عدن لأن المجلسة الانتقالية يريد أن يسيطر أمنيا وعسكريا لكنه يعني يتهرب من المسؤولية المدنية ومملف الخدمات في المدينة وفي الحقيقة يعني الأسف الشديد بأن القوى السياسية اليمنية تعمل ضد بعضها البعض في الحقيقة عندما كان عيد الروس الزبيدي محافظا لعدن حصلت هناك إشكالات كبيرة جدا في منظومة الخدمات وكانت تستغل هذه كورقة يعني 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 قالت عيد الروس من المحافظة اليوم نعود إلى نفس المربع مرة أخرى تستغل قوى أخرى الورقة الخدمات في زعزعة أيضا يعني وإقلاق يعني الإدارة الحالية في 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 المدينة الحقيقة أنا يعني غير مستوعب يمنيين كيف يعملوا كيف يشتغلوا في الحقيقة أنا كصحفي وكمحلل سياسي يعني أنا لما أستوعب العمل الحكومة الشرعية كيف تشتغل نعم نحن نتذكر أيضا أنه منذ سلطة المحلية ما هي الأجنة تشتغل عليها حتى التحالف العربي لكن لكن أستاذ آسيا باختصار أريد أن أقول لك أنه نحن على الرغم من المطالبة منذ خمس سنوات بضرورة بضرورة وقود غرفة للطوارئ مشتركة بين التحالف العربي والسلطة المحلية في عدن سلطة يعني غرفة الطوارئ وتتعلق بموضوع خدمات وغرفة تتعلق بموضوع الأمن والعسكري هذا لم يحدث إلى الآن الهدف الذي أظهر السلطة المحلية والتحالف العربي والمجلس الانتقالي في حالة من التشتت وفي حالة من الهزيمة أمام هذه الظاهرة التي حصلت في مدينة عدن نعم حتى نحن نتذكر تماما يعني منذ رئيسة الحكومة السابق وهو يتحدث عن صيف بارد لعدن ولم تنعم بهذا البرود إلى حد الآن رئيس الحكومة الحالي الذي اعتزل السياسة وقال بأنه سيركز على الخدمات أيضا لم نجد لتلك الخدمات أي أثر بعد ذهبه إلى الإمارات هناك توقيع اتفاقية ل يعني للكهرباء لخدمات الكهرباء الأولى لم تنفذ حتى الآن كيف تعلق على هذه الوعود التي يظهرون بها لتلفزيون ولكن لا وجود لها في أرض الواقع نعم نعم كما أخبرتك الحقيقة هذا كله قعقعة لا نرى منها طحينا كما يقال في المثل هذا كله كلام الاستهلاك الإعلامي لكن على الواقع لم نرى شيء يعني الإماراتيين يتحدثوا منذ 2015 بأنهم قدموا مولدات كهربائية لعدن وقدموا محطة كهربائية لعدن وبأن هذه المحطة سوف تعمل على تقليل ساعة الانقطاع في المدينة مدير الكهرباء يطلع علينا أحيانا في الإعلام ويصرح بأنه استلم دعم من قبل الإماراتيين وأنه استلم دعم وأنه هناك محطة قطرية أيضا موجودة في مدينة عدن تتشغل بنسبة 30 ميجا هناك أيضا حديث عن إعادة تأهيل محطة الحسوى في مدينة عدن وبأن المحطة الحسوى سوف يتفع إنتاجها بشكل كبير جدا يقلل من عدد الفاقد في المدينة ويرفع من مستوى الطاقة في المدينة هذه الأحاديث نحن نقراها بشكل مستمر في الإعلام يوميا يعني عبر الواتساب والفيسبوك والصحف ومواقع الأنترنت لكن هذا كله كلام على الواقع هناك كلام آخر هناك أيضا حديث بأن المملكة العربية السعودية أيضا يعني تبرعت بحصة حصة النفط والمأزوت للطاقة الكهربائية في مدينة عدن الأمر الذي يقلل من يعني يعني على المأزوت وبالتالي لم نرى في ذلك أي تحسن في الحقيقة للكهرباء في الشتاء الكهرباء كانت كان مستوى مرتفع وكانت تشكل حالة أفضل لكن الآن يعني خلال الأسابيع السبوعين ثلاثة الأسابيع الماضية منذ دخول الصف في مدينة عدن لا سيما من منتصف رمضان إلى الآن تغير الوضع بشكل يعني آخر وبدأت الكهرباء يعني عادتها حليمة إلى عادتها القديمة نعم إذا نسمح لنا أستاذ باسم أن نذهب إلى الحديدة للإطلاع أيضا على وضعها عبر الناشط المجتمعي عبدالفتاح القباطي مساء الخير أستاذ عبدالفتاح نعم أستاذ عبدالفتاح هل تسمعوني نعم أستاذ عبدالفتاح نود أن تنقل لنا صورة الوضع في الحديدة خاصة مع دخول فصل الصيف والحديث عن ارتفاع شديد لدرجة الحرارة نعم نعم أستاذ عبدالفتاح سنعود التواصل بك سيد عبدالفتاح حتى نتمكن من معرفات الوضع في الحديدة أيضا أعود إليك أستاذ باسم أستاذ باسم هذه الوعودة التي تحدثت عنها والتي لا يوجد لها أي أثار هناك من يتساءل أن وجود الحكومة الدكتور معين عبد الملك وبعض الوزراء في عدن ربما ينعكس إيجابيا على وضع الخدمات على المدينة هل تتفق مع ذلك أم لا يفترض يفترض أن يكون وجود الحكومة في مدينة عدن يؤدي إلى تحسن مستوى الخدمات في المدينة ولكن الحقيقة للآن نحن لم نلمس المواطن لم يلمس ذلك انقطاعة الكهرباء يعني مستمرة وكما شارتي أنت أيضا في مقدمة الحديث وقلتي بأنه لم ندخل الصيف ما زال الصيف يعني يطل بأذنه يعني يعني عاد نحن ما دخلنا الصيف بشكل كبير جدا نحن الآن في منتصف شهر ستة تبقى لنا ستة خمسة تحشر يوم من ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة تقريبا أربعة أشهر هذه ستكون يعني صيف قائض جدا في مدينة عدن ولم نلمس أي تحركات يعني حكومية لتطمين الناس في معالجة مشكلة الكهرباء ولكن الحديث اللي نسمعه اليوم هو نفس الحديث اللي كنا نسمعه بالآمس والعام الماضي والعام اللي قبل والعام اللي قبل الحقيقة كما أخبرتك أنا لا أدري بأي عقلية وبأي منطق يعني لكن في الظاهر هو منطق الاحتيال يعني هناك في حقيقة سلطة المحلية وقياد مرسلة الكهرباء وحدة التحالف العربية يشتغلوا بمنطق الاحتيال على الناس يعني نوع من الاحتيال على الناس في إخراج يعني 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 القوقع الإعلامية هذه التي ترافق الصيف دائما بشكل مستمر بنوع من تطمين الناس حتى يمر هذا الصيف ثم ندخل إلى الشتاء تتحسن الكهرباء بشي طريقة ملحوظة ثم نعود إلى الصيف مرة أخرى وتاجتات هذه القوقع القوقع الإعلامية وأن مولدات قدمت الإمارات ومحطة الكهرباء القطرية تم تأهيلها والحسوة تم تأهيلها الأيام القادمة تتحسن كل هذا الكلام يعني بالونة بالونة يعني الحقيقة تنفخ في السماء ولكن ليس لها أثر في الأرض ليس لها أي أثر في الأرض نعم إذن عاد إلينا الأخ عبد الفتاح القباط الناشطة المجتمعي من الحديد مساء الخير أستاذ عبد الفتاح مساء النور أستاذ عبد الفتاح نود أن تحدثنا نعم نود أن تحدثنا عن الوضع في الحديدة خاصة مع بداية دخول فصل الصيف وضع الحديدة في الوضع المزري إلى بعض الحج بالنسبة إلى الفتاح الخيف الحديدة الآن معظم الناس ينزحوا من الحديدة بسبب الحر الموجود الحر الموجود أغلب الناس الموجودين في المستوصفات الآن يحولوا بسبب الحر الأبصال يعانون من الحر الشديد حر شديد لا يطاق لا يستطيع أن يجلس في الحديدة بسبب المرحب الصيف الآن الحالية نعم إذن كيف يتدبر المواطن أمره نعلم أن المواطنين في الحديدة هم من الأشد فقرا الحديدة لم نعد نعلم هل هي تتبع الشرعية أم ميليشيا الحوثي من هو المسيطر على الوضع هناك بعيدا عن نظر عن الشرعية أو عن الحوثيين الفديدة الآن في الوضع الحالي الآن أغلب الناس أغلب بعض المعظم الناس يخرجوا في الشوارع يخرجوا في الشوارع على أساس أنهم يبحثوا عن نسمة هوا على أساس أنهم يبردوا نبوصهم تخيلي حتى البحر الموجود البحر مقفل مغلق على الناس ممنوعين الوضع أقول في ثوق ثوق وما تتصور نسعف الأطفال نقوم بأسعاف بعض الأطفال بسابة طباح الجلدي نسعف الأطفال للمص وصفات للمص شبه بسابة طباح الجلدي الناس مع شدة الفقرة الموجودة أغلب الناس في الحديدة دخلهم يومي ويصرفون نفسهم يومي تخيلي لما تكون لا يوجد كهرباء لا يوجد كهرباء وصيف من حديدة ومنظر ساحلية والحر الموجودة الآن أشد من ثنوات المرضى كامل بالأمانة بالأمانة يعني وضع لا يطاق لا يطاق إلى بعد الحد المحساة محساة إذا فيه وضع إذا فيه نت أو اسمه ممكن كنا نرسل نجيب لكم صور بعض المتفع الجدي اللي فونا لهم إحالة المتصفات عبد الفتاح كم ترتفع درجة الحرارة كم تصل درجة الحرارة في الحديدة تصل درجة الحرارة في الفتاح الآن في الأسماء قل لك الآن إحنا ما فيش ستوصل إلى تقريبا إلى فوق 30 درجة درجة الحرارة طيب الكهرباء فوق 40 درجة الحرارة نعم الكهرباء هل ما قدرش أجل درجة الحرارة الآن ما قدرش أجل درجة الحرارة بأننا ما يجدش معانا ما يجدش معانا لا نت موجود معانا التلفزيونات الطاقة شمسية الموجودة ما فيش يعني الطاقة شمسية حيلا نوفر إلى بعض المراوح لأنه إحنا معانا بطاريات لنشغل التلفزيون ينتفل المروحة والمروحة أولى من التلفزيون وأولى من كل شيء عندنا نعم طيب عبد الفتاح كم تولع الكهرباء أو لا تولعش خالص ولا إيش الوضع بالضبط يعني هل عاد في كهرباء موجودة لا تولعش الكهرباء نهائيا عندنا نهائيا ما فيش كهرباء ما فيش كهرباء أقول لك بعض الناس نايمين في الشوارع على أسف يحصلون اسمة هواء في الشارع النساء النساء قد هم داخل البيوت أما الرجال والأطفال في الشوارع والله في الشوارع في الأرخدة على أسف يحصلون اسمة هواء هل أقول لك وضع حديدة مزرق إلى أبعد نعم طيب رأيك أين منظمات المجتمع الدولي أين المنظمات المحلية هل يوجد من يعني يوصل صدى هؤلاء الناس وأوجاعهم المنظمات المجتمع المدني أحساب الأسر الشديد أختي الكريمة أنه ما تستغلش الآن لو في معنا لو في معنا إذنك أنا أشتغل مجتمع مدني كنا نشتغل على الشوارع لكن الآن لو في معنا أوراق أن نخرج موزع حتى الكلرة تخيل حتى الكلرة غربوا للتصريحات وغربوا للجياء العاملين لأن الوضع وضع حارب يعني فمستحيل أن نشتغل في الحديدة كمنظمات مجتمع أو ناشطين مجتمعيين نشتغل في وضع حديدة في الوضع الحائي الآن بالنسبة للشرعية أو كلهم يقولوا أغلب الناشطين المجتمعيين نايمين في البيوت ماذا عن المنظمات الدولية عبد الفتاح هل لها أي دور أو وجود المنظمة الدولية للأسف المنظمة الدولية صدحت حتى الآن الموضوع عندهم تغبية تغبية بس يعني يوصول التغبية أو أنهم يشتغلوا بموضوع الكوليرا ويشتغلوا بموضوع الجانب الصحي بالكليرا فقط يعني تعالي للعمل المستمع أو أنه لسة إلى الحماء أو المولد بالتهرباء أو أنهم يشتغلوا لا الموضوع عندهم الكوليرا أو توزيع الموضوع أي فقط ما فيش عندهم يعني كأنهم كلهم ينفقوا بنفس الكير الموضوع كلهم يوزعوا دقيق أو يوزعوا ديق أو أنهم يوزعوا للكوليرا المنشورات ويصلحوا المستوصفات عن مؤترية وطلعية للناس نعم أستاذ باسم إذن قلت لك أن المحافظات الساحلية ربما تعيش نفس الوضع المأساوي بدخول الصيف ربما يختلف مقدار هذا السوء عن محافظة عن أخرى يعني أنا ربما أنت وضعت سؤال بعض المناطق محررة منذ سنوات ولم يتم فيها أي خدمات وضع مثلا كوضع الحديدة ربما استمعت ضيفنا عبر الهاتف الوضع كان سيء للغاية بالنسبة لهم ما هو تعليقك بالحقيقة مشكلة الحديدة أيضا ليست ببعيدة عن المشكلة عدن رغم أن عدن هي العاصمة الآن لكن تكاد تكون المشكلة واحدة في الحديدة وعدن منطقتين تقعا على ساحل ويعني الحرارة الشديدة فيها يبدو أن الحديدة قد تكون أشد رطوبة شديدة جدا في حديدة حسب ما يريد من هناك وفي الحقيقة الحوثيين ضربوا المحطة الغازية التي كانت قادمة من مالب كانت تغطي نصف اليمن وبالتالي خسر اليمنيون هذه المحطة العملاقة التي كانت تغطي نصف اليمن أو أكثر من النصف بالكهرباء وبالطاقة الكهربائية ونجعل الحوثيين الآن يعملوا مولدات في الأحياء السكنية ويبيعوا طاقة على الناس حتى المحطات الكهربائية في الحديدة لا أعتقد أنها تعمل بالشكل محطة راس كتيب محطة الصليف لا أعتقد أنها تعمل بشكل يعني منتظم بحيث أنه هذا يؤدي أيضا إلى تحسين مستوى الطاقة في الحديدة لكنه كله شغل باليومية الشغل باليومية الحقيقة كلهم اليمنيين ليس الحوثي فقط وإنما حتى الشرعية حتى التحالف العربي أيضا تعلم الشغلة يعني كلهم يشتغلوا يشتغلوا باليومية يعني يوم يعني فيه يوم ما فيهش وهذه طبعا معضلة كبيرة جدا لأن تغال لأن يستطيع اليمنين أن يغادروا هذا المربع إلا بعمل استراتيجي حقيقي عمل استراتيجي حقيقي مدني في منظومة الخدمات أو سواء كان في العمل السياسي أو كان في العمل الاقتصادي ليمنيين ليمنيون لن يستطيعوا أن يغادروا هذا المربع العمل باليومية مثلهم مثل عمل الشقاه يعني شاقي يعني يبكر الصبح في الحول يعني مع الضمد مع الثور يعمل باليومية هؤلاء يعملوا بنفس الطريقة بنفس الطريقة بس فرق أن هذا يعمل في الريف وهذا يعمل في المدينة هؤلاء هم يعملوا بنفس الطريقة شغل باليومية في الحقيقة عمل مخزي عمل لا ينبه بوجود دولة حقيقية في هذا البلد يعني عمل في الحقيقة يجعلنا نقول بأن رياح الثورات التي حلت على هذا البلد ذهبت الحقيقة ولم يسبب منها اليمنيون شيء وبالتالي حتى التحالف العربي وعمله أيضا في اليمن وما زال عمل التحالف العربي في اليمن لم يتقاوز سبزي ما تكلم القباطي من الحديدة قال بأن عمل التحالف العربي لم يتقاوز القطمة السكر والرز وعلبة الزيت حقيقة أنا استغرب شيء مخزي للدورة التي يتحدثون عنه والأخواننا في الخليج مركزين على دبة الزيت والسكر والدقيق هناك مشاريع عملاقة هناك كهرباء هناك صحة هناك مياه هناك تنمية معدومة في عدن في المناطق المقاورة ولمازالوا مركزين على الزيت وعلبة التونة مشكلة كبيرة معضلة كيف نتحدث عنها على أجلي حقيقة إذن أستاذ باسم الوضع أيضا في حضر موت ليس ببعيد نحن حاولنا التواصل مع وكيل محافظة حضر موت محمد شاذلي وأجاب بأنه وكيل محافظة حضر موت ربما هناك خطأ في الإذن ولكنه اعتذر بأنه مشغول فكرياً أو مزحوم فكرياً كما قال ونفسياً لا أدري ما هو هذا الانشغال الذي لا يمكنه من الظهور معنى للتحدث عن الوضع في محافظة كمحافظة المكلة لم يكن فيها حرب لم نعم إذن حدثنا عن وضع المكلة كمحافظة أيضا تعيش نفس الوضع الحقيقة المكلة كانت في المرحلة الماضية تشهد حالة نعمة أفضل من عدن والحديدة في الحقيقة لكن يبدو لي أيضاً العمل هو يعني لا يختلف العمل الموجود في عدن هو لا يختلف عن العمل الموجود في المكلة العمل الموجود في الحديدة كما قلت لك سمة اليمنيون هو العمل باليومية في كل المناطق في الحقيقة لكن يبدو أن الوضع في حضرموت يشكل حالة أفضل من عدن يشكل حالة أفضل من عدن هناك السلطة المحلية تبدأ القهود كبيرة جداً وقامت بشراء مية ميجا من الطاقة الكهربائية ودخلت إلى المنظومة في مدينة المكلة وفي وادي حضرموت الحقيقة الأوضاع هناك إلى حد ما تشهد تحسن ملحوظ في المكلة رغم أنه أيضاً يعني عدم وجود غرفة للطوارئ تعلق بالخدمات عدم وجود غرفة أمنية وعسكرية أيضاً في المكلة العمل الذي يحصل هنا هو يحصل هناك ويتكرر هنا ويتكرر هناك لأنه لا يوجد عمل على البعد الاستراتيجي العمل هو آني ويومي وبالتالي من السهولة أن نلحظ هذه الفجوات ومن السهولة أن تنكشف السلطة المحلية والقيادة الشرعية هنا وهناك وينكشف أيضاً التحالف العربي معهما هنا وهناك بسبب هذا العمل الارتقالي الذي لا ينبع في الحقيقة وجود دولة حقيقية في هذا البلد نعم نعم إذن للتعديل أستاذ باسم للمشاهدين أيضاً من اعتذر هو وكيل محافظ محافظة عدن محمد شاذلي بعدم الظهور يعني وحقيقة نحن نحاول التواصل مع أي عضو من أعضاء الحكومة لإجابة عن استفسارات الناس واستفساراتنا أيضاً ولكنهم يعتذرون مرة بعد أخرى إذن أستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات والإعلام شكراً جزيلاً لك كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن أشكر لكم أيضاً مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمنين جديد كونوا برعاية الله وآمن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم